اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العمدة فالح رجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يبعد يرنم في الدوار العمدة فالح رجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يبعد يرنم في الدوار العمدة فالح حبيبنا المشاهدين في كل مكان أهلا ومرحب بيكم في حلقة جديدة ودوار العمدة حلقتنا النهاردة بعنوان إله النجاح نورنا النهاردة في الدوار حبيبي وصديقي المرنم الجميل أخوي يمينة نبيب أهلا بيك يا رجل الله أهلا بيك يا عمدة أهلا بيك وأهلا بكل السادة المشاهدين يوم طيب في اسم يسوع نلمس في حضور الرب ونلمس في قوة إله النجاح في اسم يسوع إله النجاح إله النجاح اللي بييجي وبيعرف ييدي واستكل فشل حوالينا واستكل أمور بتتعبنا لما يكلمنا أنا حمي عن حالة الأسوار أسوار أرشاليم حالة الأمور الصعبة تلاقي كلام كلام صعب لكن يقول في نفس الوقت إيه اللي أنا ممكن أعمله لما لاجي صعب إيه اللي أنا ممكن الخطوات اللي أعملها لما لاجي إن الدنيا حوالي الأسوار منهادمة والأبواب محروقة بالنار يقول كده فقالوا لي إن البقين الذين بقوا في السابي هناك في البلاد هم في شر عظيم وعار مش بس كده وسور أرشاليم منهادم وأبوابها محروقة بالنار طب شايف الوضع كده يا نحمية تعمل إيه؟ أقعد أقول ده أنا لي يا إله أقعد أقول لي يا إله بيسيبني في وسط الأزمات أقعد أقول ما ليش حد يسندني أقعد أقول وشمت إبليس فيه لكن بس الكتاب يقولين يقول فلما سمعت هذا الكلام إيه اللي حصل جلست وبكيت ونحت أياما وصمت وصليت أمام إله السماء أيوه ده لي إله عظيم يعرف يغير الحال لي إله يبني الأسوار المنهدمة لي إله يقوم الأبواب المحروقة لي إله يعيد الصورة من تاني أصلا ده مش بيعبد أي إله ده بيعبد إله النجاح ده عارف إن ده الإله اللي حافظ العهد والأمانة ده عارف إن بيقوله كده لتكن أذنك مصغية وعيناك مفتوحتين لتسمع صلاة عبدك بيصلي عارف قوة الإله ده لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بيه وجوم خطي بكرة معاه جوم واعلن مع المرنم مش دي النهاية غني تعالوا نقول غني وكمل في حالك وانطال تقول أعني هو مكمل مشوارك تعالوا نقول الكلام ده وإحنا بنتنبأ على كل فشل في حياتنا على كل عدم نجاح في حياتنا إن لينا إله نجاح غني وكمل في حالك غني وكمل ترحالك وانطالي والأعين هو يكمل مشوارك غني وكمل ترحالك وانطالي والأعين هو يكمل مشوارك لما تزيد الهموم هو عز الإله اتشدد بيه ويقوم خطي بكرة معاه مش دي النهاية اتشدد بيه ويقوم خطي البكرة معاه مش دي النهاية غني انت الحكاية غني وفرع أنغامك غني انت الحكاية غني غني وفرع أنغامك غني 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 وكمل ترحالك وانطال والأعين هو يكمل مشوارك اللي شايفة عينيك مش هو كل شيء النور جاي بين ديك ما تخاف شمعك صديق اللي شايف عينيك مش هو وكل شيء النور جاي بين ديك ما تخاف شمعك صديق افتح طريق غني ويعدي بيك غني افتح طريق غني ويعدي بيك غني غني وغير الحالك غني 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 وكمل ترحالك وانطارك 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 هو مكمل مشوارك قوعة تسدّة ما تسدّة شينك صار يمنع فيك الحياة قوعة تسدّة ما تسدّة شينك صار يمنع فيك الحياة قوعة تسدّة ما يوق يجي انتصار ما تسبقهوش الآن لا انهيار غني جاي النهار غني لا انهيار غني جاي النهار غني غني وفرّح انغامك غني 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 وكمل ترحالك غني وانطارك قول عينيه ويكمل مشوارك مهما لي جيب سواد مخزون فيك الرجال والفاجر لهم عاد مسكون انت ضياه الكلمة فيك غني والسلام ليك غني الكلمة فيك غني والسلام ليك غني أعلّف نغمة إيمان غني 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 وكمل ترحالك وانطالك قول عينيه هو يكمل مشوارك غني غني وكمل ترحالك انطالك جول عيني ارفع ايدك للرب قول له معونتي من عند الرب صانع السماوات والأرض عشان كده كان عارف نحمية انه إله النجاح جال يا سيد لتكن أذنك مصغية إلى صلاة عبدك وصلاة عبيدك الذين يريدون مخافة اسمك وعط النجاح اليوم لعبدك ومنحه رحمة أمام هذا الرجل ولأنه كان ساقي للملك راح جاب للملك وتكلم معاه والملك شافه وشه تعبان يبتدى يحكي معاه وابتدى الرب يديه نعمة في عينين الملك ويقول كده أعطاني الملك حسب يد إله الصالحة علي عايزة أقول لك الله هيحط من هيبته عليك فكل الناس لما تشوفك تشوف هيبتك من هيبت سيدك وأنا عارف إن هيبت سيدك ومكانة سيدك عظيمة جداً ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهك حي ما بينامش وما لهش حدود تعالى النهاردة قولها بافتخار تعالى النهاردة قول لي يا إله عظيم جدام الظروف لي يا إله عظيم جدام الهموم لي يا إله عظيم لينا إله النجاح هللويا عايزة أقول يا عمد أن بعيد عن الرب ما نلاقيش نجاح أبداً أيوة 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 إنما في الرب وحده تلاقي كل النجاح فأوعى تقول للهام بأوعى تخاف فأوعى تشيل الهموم إن لك إله حي قادر أن يزغل صلاتك ويدعمك بالنجاح زي ما كان مع يوسف يكون معاك في اسم يوسف أنا رجلا ناجحاً موسيقى 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 جد إله الحي ما بينمشي وملوشي حدود ما تعلش الهم وما تخافش ربنا موجود جد إله حي ما بينمشي وملوشي حدود والطم تروح لطبيب الروح ده الباب مفتوح بابه مش مفتوح واللي تخاف ليه متشرف عينيه ما نقوش في فيه شعرك معلول ربنا موجود ما تحلش الهم وما تخافش ربنا موجود ده إلهة حي ما بينا نشي وملوش حدود يا سلام يا هنى كل ما هو ويا وإيدي سندات وعليك بيسود خلي ما تسقود عناك على طول الهم يزود والفرح يعود ربنا موجود ما تحلش الهم وما تخافش ربنا موجود لإلهة حي ما بينا نشي وملوش حدود لو ما سكتين يا سلام وانسلم ليه عمرك وعليه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام ما كانش بيجابل صعاب في أرض الواقع بس ما كانش شايف بس أسوار منهادمة أبواب محروكة بالنار ما كانش شايف فيه عار لكن برضو كان بيجابل أمور بتحربوا بشرية ناس بشريين بيحربوه يقول كده الكتاب في الإصحاح الثاني وعدد 19 ولما سمع سنبلط الحروني وطبي العبد العموني وجشب العربي هزأوا بنا واحتقرونا وقالوا ما هذا الأمر الذي أنتم عاملون على الملك تتمردون فأجبتهم وقلت لهم أن إله السماء يعطينا النجاح أصلا عارف أن ده إله النجاح ده إله النصرة ده الإله اللي يعرف يدي نجاح كويس مصمم أنه ياخد النجاح ياخد واقع حلو ياخد واقع رائع من وسط أمور باين أن هي منهادمة أمور صعبة مش بس كده ده في الإصحاح الرابع يقولوله كلام أصعب يقول ولما سمع سنبلط أننا آخذون في بناء الصور غضب واختاز كثيرا وهزأ باليهود بص بقى الكلام وكان توبيا العموني بجانبه عايش تقول إيه يا عموة توبيا يقول فقال أن ما يبنونه إذا صعد سعلب فإنه يهدم حجارة حائطهم يعني اللي انتوا بنونه ده ده لو عد أي حاجة كده هتبني هتهد اللي انتوا عمالين تبنونه رغم كل اللي انت شايفه يا نحمية ده يقول أنا قلت له ادي النجاح اليوم لعبدك وهو هيقرف يديه أنا قلت له أن انت إله النجاح أنا عارف أن احنا هنقوم ونبني أنا متسبت على الوعد أنا عارف أن إلهي ليه السلطان أنا عارف أن ليه سلطان قوي سلطان عظيم صوتك حرك إيد الموت قلت لعاذر أخرج جام حتى أن كان الموت ليه صوت صوتك يدي الجلب أمان سلطانك أعظم سلطان مبارك اسم الرب سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك أمان يشهد عنا كل كيان أبدي وأزالي وجاي وكان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمك أمان يشهد عنا كل كيان أبدي وأزالي وجاي وكان يشهد عنا كل كيان أنت بأدي أبدي وأزالي وجاي وكان يشهد عناك اسمك أمان تعالي حيثing ه liker podcasts ياousseau وأزالي وجاي وكان شاول مين خلاح يتكلم يعليم بالرهاب بالإيمان والسامرية الخطيئة تسلم وتبشر بيسوع حنان سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمي كمان يشهد عنا كل جايات أبدي وأزالي وجاي وكان صوتك صوتك حرق يدي الموت قلت العذر أخره بكام حتى ان كان الموت لي صوت صوتك يدي الكل صوتك صوتك حرق يدي الموت قلت العذر أخره بكام حتى ان كان الموت لي صوت صوتك يدي القلبي أمام سلطانك أعظم سلطان اسمك أعظم اسمي كمان يشهد عنا كل جايات أبدي وأزالي وجايات كان انت يا سواء رب الأرباب ترضى تكون فسورك إنسان يشهد عنا كل جايات أبدي وأزالي وجايات يشهد عنا كل جايات أبدي وأزالي وجايات يشهد عنا كل جايات أبدي وأزالي وجايات أصلك ليك السلطان أصل مهما كان في مقاومة للبناء أصل لو كان في أمور وواقع مر وكان فيه ناس بيحارب وأشار لكن انت لما تؤمر محدش يقدر يقول لكلامك أبدا لا نعم رغم كل اللي شفنا ده لكن يجف نحمية ويعلن ويقول فبنينا الصور تعللويا ما اقدر للرب واتصل كل الصور إلى نصفه وكان للشعب قلب في العمل سيدك هيسمع بيك مفتخر سيدك هيرفع راسك ويعليك بين الناس هيخلي القائمين عليك يخزوا ويرجعوا يرتدوا إلى الوراء سيدك هيحط من قوته فيك هيحط من نوره ومن بهاء مجده ويصنع عليك اسم عظيم تعرف تجف وتشهد عنه وتفتخر بيه نفس الوقت اللي جاي نصلي أنا واخويا المرنم الجميل أخويا مينة وكل اللي بيشوفونا دلوقتي وكل الخدام اللي بيشوفونا يتحدوا معانا في نفس الصلاة لكل حد في دائرة الفشل كل حد مطفون في الظروف والمفاعب والأموم نفسي نتحد كلنا ونقول يا رب تعال ادي نجاح غير عادل شعبك نجاح المستوى الروحي حد يقول أمين معايا نجاح المستوى الجسدي نجاح المستوى العملي نجاح في اجتماعياتنا في علاقاتنا نجاح في علاقتنا بالله يعطي نجاح بكل ما تشمله الكلمة من معاني أمين صلينا اخويا مينة العجلة نجاح غير عادي لكل حد مطحون جوا دائرة الفشل أمين يا رب نحط بالإيدك يا رب كل إنسان شعر بالرافل بالشعر باليأس شعر بالأحباط يقول لك يا رب أنت رب النجاح يا رب افتح القلوب يا رب واعطي قلوب يا رب لحمية بدل قلوب الحجرية فتأتي إليك يا رب فتنال النجاح يا رب بعيد عنك مفيش نجاح يا رب بعيد عنك كل الفشل يا رب لما فيك كل نجاح وكل أمان وطمأنين يا رب صلي يا رب وأنا أؤمن في صلاحك وبرك أنك تسمع وتستجيبه لكل المجد يا رب نفسي قبل ما نختم الوقت ده نقول والبيوت اللي جسامها ابليس عدبه كل خير ضمها ورجع سلامها طلبينك واحدة لغير تعال يا رب واش بالجلوع بالجلوع ومن العيوم والبعيد خليك يتوق بالإيمان يا رقيس السلام يا رقيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام وغمرنا بسلامك يا رقيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستنى تعالى وهد الحيارة واللي تايل في الطالة عشنا ننزرنا زيارة ليلة ما تفطر على الباك حطي قيبة تعالينا صالحنا صالحنا يا فدينا مع الله وخلنا بسلام يا رقيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام وغمرنا بسلام يا رقيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستنى يا الالي وعدت أنك تدينى اللي عندك من سلام العواصف هيجا علينا رسينا البر أمان ناس كتيرة تعبني في المرض متوجعين بتقول هو الرب فيه في الألام يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمورنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام بنستنى والشعوب في الحرب عاني زمن ألي في الأمان والكروب حوالي زاد خوضى في كل مكان اطرح عنا كل خوف طمنا عايزين نشوف شخصك في كل الظروف يا حنان يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام أمورنا بسلامك يا رئيس السلام يا ملك السلام يا إله السلام يا إله السلام منستنى طلبينك وحدك يا ملك السلام يا إله السلام يا إله السلام منستنى نتميلي بسلام سباوي ونعصم اسم المسيح والتهليل على الوتان مع الشكر والتسبيح يا إله السلام يا إله السلام يا إله السلام أمين بصلي أن إله السلام يجي يزورك النهاردة ويصنع في حياتك سلام إله النجاح يجي يصنع في حياتك نجاح تعالى النهاردة وحط إيدك في إيدين إله النجاح عشان تضمن النجاح مكتوبه كل ما يصنعه ينجح وكان الرب مع يوسف فكان رجلاً الله يديك النجاح من عندك شرفت كتير بيك أخويا المرنم الجميل أخويا مينة ربي باركك ويقودك دايماً في ملء البركة ربي باركك يا عمده كان وقت طيب ونصلي أن يلمس الرب بهذا الوقت كل نفس تشاهد هذه الحلقة ويستخدمها لخلاص كسرين في اسم السمع واللقاء قريب أحبائي ودوار العمدة قريب أحبال العمدة كبيرًا فالح في عيه أجدع تحيه وأجدع سلام جي النهار ضعش ليدعيك نكر لكي يسوع ذهك الكلام عمدة فالح في عيه وأجدع تحيه وأجدع وفي كل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين نتعذب الرب ونستمتع يملانا بركة وقوله أمين وفي كل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين نتعذب الرب ونستمتع يملانا بركة وقوله أمين وفي كل يوم رح هنا نتجمع ومعانا أحلى المرنمين نتعذب الرب ونستمتع يملانا بركة وقوله أمين العمدة فالح رجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يبعد يرنم في الظوار العمدة فالح رجل أصيل على طول يصلي باستمرار ويجمع أهل البلد يماتي يبعد يرنم في الظوار العمدة فالح رجل أصيل ترجمة نانسي قنقر